أشهدي الأفاضل أهلا بكم إلى هذه النشرة الرياضية توفي اليوم وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد النور بقعن عمر يناهز 80 عاما إثر مرض عضال وسبق للمرحومة أن تولى مناصبا مهمة في الرياضة الجزائرية بداية بمدير الرياضات العسكرية لدى وزارة الدفاع الوطني خلال السنوات السبعينيات قبل أن يترأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من 75 إلى 900 إلى 2009 قبل أن يتقلد بعدها حقيبة طبعا البريد والمواصلات ويعين سنة 1981 وزيرا للشباب والرياضة كما انتخب المرحوم على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية عام 1983 ونال عبد النور بقى رحمه الله وسامي لاستحقاق الأولمبي وكرة القدم وهذا وسيتم تشريع جلازة المرحوم غدا الخميس عقب صلاة الظهر بمقبرة سيدي يحيى بالجزائر العاصمة رحم الله الفقيد والهمدوه الصبر وسلوان إن لله وإن إليه راجعون كما توفي اليوم أيضا بفرنسا مدير أكاديمية نادي بارادو إليفي جيو بسكة قلبية في فضيحة جديدة تحصل التلفزيون النهار حصريا على تسجيل صوتي لرئيس ويداد مستغالم العربي بالحجار وهو يقر ببيعه لمباراة الفريق الموسم المنصرم لما كان نائبا للرئيس الحبيب بن فطة وذلك بمبلغ المال قدره 500 مليون سنتيم وذلك للحيلولة دون صعود الفريق الجار ترجي مستغالمها موسيقى موسيقى نعم نحن هنا نبت في قصت على العدسان نعطي الفاصلات لكم نعطي المصطف نحن نعطي المصطف وعندما يحضر قائد عمار قائد عمار هو تمال أنا وياه اللي نيكوسينا ولاحظ ونعطيك حاجة أنا كنا نيكوسو في أهرنا بالبيح هو اللي ولي يقول هالوالدي باي نيكوسي أنا ماذا جيدك ربعني قللي من جمالك أنا مباشر لك دفعه حتى الهدراب هاق ونهدل تولي في ربع مئة هالا فرورة يتقول خمس مئة سيبري نيكوسينا في خمس مئة صحنا عطونا لكي خمس مئة في رده على هذا التسجيل زعم العربي بالحجار في مكالمة الهاتفية له مع النهار بأنها مفبركة وأن القضية موجودة على مستوى العدالة مبرزا بأن أقدام الرئيس السابق للفريق على كشف هذا التسجيل هو لتصفية حسابات معه هذا التسجيل الذي عنده رئيس الأسبق هذا لا أدت لهم من صحة لأنني أنا كلت نائب رئيس ولست برئيس ولكن هو الرئيس التاريخ الشرعي وهو يتحمل كل مسؤولي على الكلام الذي يقول فيه والمثل والفريق هذا الكلام الذي يقول فيه رأس العدالة والعدالة هي لا تخذ مزرعة وهذا الكلام لا أسسه من الصحة لأن الفريق هو ما تخلى عليه وهو من هار لقمتنا قاموا الجماعة ورشحونا يدرون نزعونا السيقة جميع العمل يزعونا ودرون مع رئيس التاريخ هذا من هذا كل اليوم وهو يجري وراء هذا المنزل هذا ولم يتوانى الرئيس السابق لويداد مستغان ملحبيب بن فطف في تصريحة لتلفزيون نهار في التأكيد على أن نائبه قد تعود على بيع المباريات مبرزا بأنه بلغه قبل اللقاء رغبة نائبه في التلاعب بالمباراة وهو ما تأكد منه يوم اللقاء هذا السيد باع بليزير ماتش بسع ما كاش عندي دليل سمعت الهضراء مديوني روما منا جيت هنا لجو جي ماتش كي بصد البيزير بصد سبعة جوارة تيتيلر معيط لهم قالوا لي الوادي قالوا لي ما تجوش هذا العربي من حجال الوادي قالوا لي ما تجوش الانترينير ابسان محليا دائما يتواجد اسم المدرب السويسري ألان جيجار بقوة لتدريب وفاق ستيف خلفا للمستقيل خالد دين ماضوي الذي انتقل إلى الفريق السعودية حسب ما أكده مستر علي من النهار الذي كشف بأن المدرب السابق لمولودية بيجايا سيحل الجمعة المقبل باستيف لاستكمال الإجراءات اللازمة مع إدارة النسل الأسود قصد الوصول إلى أرضية اتفاق لخلافة خلد دين ماضوي على رأس العارضة الفنية للإشارة جمال منات كذلك مرشح لتدريب الوفاق في المرحلة المقبلة أكد مدفع المنتخب الوطني الجزائري والنادي الأفريق التونسي هشام بالقروي على وجود عروض من نوادي أوروبية تسعيل التعاقد معه مفندا إحالته على الفريق الاحتياطي للنادي في الأفريق التونسي وذلك في تصريحات لزمينا إسلام أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي عن انطلاق عملية باعة تذاكر مباراة العودة ما بين المنتخب الجزائري ونظيره التنزاني اليوم الأربعة حين حدد سعر التذكير بمبلغ 300 دينار جزائري وارتأت الاتحادية بالتشاور مع إدارة الملعب انطلاق عملية باعة تذاكر قبل حوالي أسبوع من اللقاء لضمان التنظيم الجيد للعملية تجدر الإشارة إلى أن اللقاء سيجر يوم الثلاثاء المقبل بملعب مصطفى شاكر بالبوليدة ابتداء من الساعة السابعة والربعة في أخبار المنتخب الوطني دائما عاد المنتخب التنظاني اليوم إلى بلاده بعد الأجل تربوسا دام عشرة أيام بجنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة الخضرة وكشف مدرب تنظانيا تشارجز مو مكواسا بأن المدربوس كان ناجحا وأن لاعبه أبانوا عن إمكانات كبيرة تؤهلهم للإطاح بالمنتخب الجزائري وضف المدرب في تصريح نشره الموقع الرسمي للإتحاد التنظاني لكرة القدم بأن تعداده مكتمل ولا توجد غيابات بعد الاتحاق كل من سمت لاعب مازين بالكونغولي واللاعب توماس كون كشف النجم الفرنسي السابق إريك كونتونا في الجزء الثامن من فيلمه الوثائقي الذي سيعرض صهرة اليوم في قناة كانوني بليس عن تأثوره وإلهامه بالكرة الجزائرية منذ الصغر وإعجابه بجيل الثمانينيات خاصة اللاعب الأخضر باللومي وتتلق كونتونا في فيلمه الوثائقي إلى الدرب العاصمي بين مرودية الجزائر والتحاد العاصمة والذي أكد بأنه الأكثر إثارة في الدربية واصفا إياه بدرب الأخوة الأعداء دخل اللاعب الدولي الجزائري فوز غلام محل اهتمام نادي مونشستر سيتي الإنجليزي حسب ما أورده موقع مونشستر إفني الذي أشار أن إدارة ستيزان تريد جلب ظهير رئيس يعوض الدولي السربي كولاروف الذي انخفض مستوى في الهونة الأخيرة أضافة إلى غياب الفرنسي بسبب الإصابة يذكر أن نادي أرسنان هو الآخر يريد التوقيع مع فوز غلام بدورها عادت إدارة نادي مونشستر إنايتل للحديث مرة أخرى إلى استخدام الدولي الجزائري وجنح نادي بورتول برتغالية سين إبراهيمي وذلك في المركاتو الشاتوية المقبلة حسب ما أشار إليه موقع سانديليسو باكبول البرتغالي والذي أشار أن إدارة الشاطئ للحمر وفي ظل سعيها لاستخدام جناح طائر لتدعم الهجوم تضع كل من ياسين إبراهيمي وزميله في بورتول إسباني كريستان تيو نصب الأعين سيغيب المهاجم الجزائري إدريس سعدي لاعب كارديف سيتي عن المادي لمدة ستة أسابيع كاملة بعد تعرضه لإصابة جديدة على مستوى أوطار الركبة في المباراة التي دخل فيها بديلا أمام ندي في الدرجة الثانية الإنجليزية لتكون عودة اللاعب إلى الميادين غير موفقة بعد غيابه من قبل عشرة أيام كاملة عن المستطيل الأخضر بعيدا عن كرة القدم قال الأمين العام لنقبة الملاكمين الجزائريين أن الاتحادية الجزائرية ليس لديها أي حق في إصدار قرار وقف نشاط الملاكم الجزائري محمد بن قاسمية طبعا الملاكم السابق وإحالته إلى لجنة الانضباط كون هذا الأخير ليس عضوا في المكتب الفيدرالي ولا ينتمي إلى الاتحادية وذلك في ميكروفون خولة منصورية وإحنا تفاجأنا تفاجأنا من طرف السيد الرئيس الاتحادية بعدما قرر خضر القرار الأول هو التوقيف التحفظي ودخل في صلاحيات الغير صلاحيات المجمع البيترولي هي اللي عندها الحق باش توقف محمد بن قاسمية لأنه ينتمي لهم النقطة التانية قال نحيله أمام الجنة الانضباط محمد بن قاسمية لا علاقة لا هو بالاتحادية ما هو عضو الجمعية العامة ما هو عضو ما هو عضو مكتب كيف يسمح لكن تايا من جانب الأحكام التعديبية ما عنده حق طبعا نبقى مع الأمين العام لنقبة الملاكمين الجزائريين أين قال أن هناك تجوزات في تطبيق القانون من طرف الاتحادية الجزائري الملاكمة المتمثلة في ازدواجية المسؤولية في نفس الرياضة أي أن القانون يمنع أن يكون أعضاء المكتب الفدر لمسؤولين على رابطات ورائية بعد ما طرحنا له قضية ازدواجية المسؤولية لأنه كان أعضاء في المكتب الاتحادية وفي نفس الوقت رؤساء رابطات لما يسمح له مش القانون المدة التسعة من القانون 405-05 يكون رئيس جمعية ما عندوش الحق باش يكون رئيس وسموه رئيس يكون رئيس جمعية ما عندوش الحق باش يكون في مكتب الفدراء ازدواجية المسؤولية في نفس مم ديسيبلي نختم مشاهدين بهذا الفيديو الذي يظهر فيه نجم الأرجنتيني اليونال ميسي ويستعرض مهارته ببرتقالة بعدما لم يجد كرة أمامه شكرا على